نرفض الهجرة نرفض الهجرة بدناش نعيد الـ 48 نكبة الـ 48 ليش نعيد نكبة الـ 48 احنا هنا سيرنا في الوضع الحالي ازود من النكبة الـ 48 بدنا نهاجر برضو اذا هجرنا حيصير حياتنا ازود من هات مأساوية اكتر من هات برسم البص مع الاطفال بعملنا نحهم اي شيء ترفيهية تمام وبرسم لهم عوجوههم بمعنى التحفيز الداخلي واتنأمن نفسه للاطفال حياتي قبل الحرب كنا عايشين بأمان ومبسوطين وفيش قهر وصلنا لمرحلة القهر لكن رغم هذا كله حنظلنا سبتين في قلب الأرض ومش حنطلع من الأرض لو بدنا نصل على حدود مصر حنرجع تاني الوقت الحالي كل حاجة عنا غلاء أسعار بدك تروح على المخبص دور بدك تروح على تشتري غرض دور بدك تعمل أي حاجة بدك مسافة مواصلات سعبة جدا سولار في الشي بنزين في الشي كانت غزة حلوة كنت عايشة أنا أولادي كنت أنا خياطة صاحبة مصنع وبشتغل وبربي أولادي أيتام علامة جامعات والحياة زي ما كانت كل غزة عيشاها كنت أنا عيشاها النام حلوين ومنصحة حلوين بس بعد الظروف اللي صارت علينا يعني إجهة الحرب جدمنا كتير بديش أقول خسرنا على قد ما خسرنا ما خسرنا الحياة كانت قبل كويسة كتير كنا يعني ناخد الأطفال ناخدهم على منتزهات على مطاعم بيطلعوا بينزلوا يعني مبسوطين اللهم ما فيه إنه كان كل سنة والتانية يقوم علينا حرب والأطفال تتأذى والشباب تتكتل هذه كانت مشكلة وكانت سبب في هجرة الشباب ابني واحد من الولاد اللي هاجروا وكنت بعيط عليه لكن أنا مبسوطة إنه طلع لأنه ما شافش اللي احنا فيه اللي احنا شفناها هلقيت إشي في العالم كله محد شافه والحياة يعني شردنا أكتر من مرة شردنا من مكاننا وعايشين في خيام الخيام هادي لا فيها مية ولا فيها حمامات ولا فيها يعني يعني كتير فيه صعوبات بنوجهها